مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثامن اليوم مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية في مجال الحديث الشريف ودرسنا اليوم بعنوان أداب الاستئذان الجزء الأول نتعلم في هذا الدرس قراءة الحديث الشريف قراءة سليمة والتعريف براوي الحديث الشريف ومعاني المفردات والتراكيب الوالدة في الحديث الشريف وشرح الحديث الشريف والدروس المستفادة من الحديث الشريف وحفظ الحديث الشريف غيبا يا لها من حقيبة ثقيلة زياد صديقي العزيز كيف حالك يا خالد الحمد لله جزاك الله خير على مساعدتك يا زياد جزان الله وإياك هذه الحقيبة ثقيلة بحق أين صديقون عبد الرحمن لقد اعتقدتمان نجيء معا إنه لن يحضر اليوم لأن والدته مريضة ولا بد أن يبقى بجانبيها شفاها الله وعافاها لابد أن أزوره بعد المدرسة للإثمئنان عليها وأرى ما إذا كان يريد المساعدة أبلغ سلامي حتى أراه في المساء إن شاء الله إنه موعد الدواء يا أمي جزاك الله خيرا يا بني تعبت معي كثيرا فأنت لم تنم منذ الأمس لتسهر على راحتي مهما فعلت يا أمي فلن أوفيك حقا لا بد أنها جارتنا جاءت لتطمئن عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا زياد لقد علمت أن والدتك مريضة فجئت لأطمئن عليها وأجلس معك قليلا جزاك الله خيرا يا صديقي ولكن احذرني فلن أستطيع الجلوس معك الآن لا يا صديقي لا شيء لا شيء سأمر عليك في وقت آخر السلام عليكم أرجو أن تلتمس لي العذر ولا تغضب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من يا ولدي؟ إنه صديقي زياد وقد اعتذرت له عن استضافته لكي أتمكن من خدمتك يا أمي بارك الله فيك يا ولدي وحسرته على الصداقة هكذا يفعل بي صديقي عبد الرحمن؟ يرفض استقبالي في منزله؟ هكذا تكون الصداقة؟ أتكلم نفسك يا زياد السلام عليكم يا عم شاكر وعليكم السلام ورحمة الله يا بني ما لي أراك مهموما؟ لقد أردت فعل معروف فما كان جزائي إلا الإساءة وكيف حدث هذا؟ ذهدت لصديقي عبد الرحمن لأطمئن على والدته المريضة وأجلس معه في بيته فرفض استقبالي وأخبرني أنه لن يستطيع الجلوس معي الآن سبحان الله أتغضب من حق أعطاه الله لصديقك؟ كيف هذا؟ ألم تستمع لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ومعنى هذه الآية الكريمة أنه يجب الاستئذان من صاحب المكان قبل الدخول فإن أذن دخلنا وإن لم يأذن رجعنا وإن لم يكن في المكان أحد فلا ندخله أيضا إلا بإذن صاحبه ولماذا لا يأذن صاحب البيت لضيوفه؟ يا بني لكل بيت خصوصيته فلا ينبغي لنا أن نسأل عن ما لا يعنينا فذلك أزكى وأطهر لنا كما قال ربنا سبحانه نعم يا عم شاكر أنت على حق اسمع أيضا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع أي أنه إذا طرقت الباب مثلا أو ناديت صاحب البيت ثلاثا فلم يرد عليك يجب أن تنصرف هل معنى هذا أني أثاب إذا انصرفت ولم يؤذن لي؟ نعم يا بني وقد كان سلفنا الصالح لا يجدون حرجا ولا يحزنون إذا لم يؤذن لهم بل كان منهم من يتمنى ذلك لينال الأجر كما قال تعالى هو أزكى لكم سمحني الله وغفر لي كم كنت مخطئا عندما غضبت من صديقي عبد الرحمن لو فهمنا ديننا فهما صحيحا يا بني لما حمل أحدنا لأحد من إخوانه بغضا أو كراهية جزاك الله خيرا يا عم شاكر وأعيدك أني سأزور صديقي غدا إن شاء الله ولن أغضب إذا قال لي ارجع مرة أخرى بارك الله فيك يا بني الإسلام دين يحافظ على الحقوق العامة والحقوق الخاصة للفرد والمجتمع سواء أكان في البيت أم في العمل تشاور مع زملائك واكتب المجالات التي تستعدم فيها وقت تعاملك مع الآخرين عند دخول البيت أو عند الزيارة أو عند دخول الرجل على أمه وزوجته القيمة التربوية الأمانة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أي إذا أتمنت على سر أو على شيء أو على مال فيجب أن تؤديها إلى ما أتمنت من أجله وإذا تعرضت للخيانة من شخص آخر فلا تقابل الخيانة بخيانة لأن الخيانة ليست بخلوقك ولم يربك عليه الإسلام ولا أسرتك الكريمة أهداف الدرس أن يقرأ الحديث قراءة سليمة أن يعرف الطالب براوي الحديث من حيث اسمه ونسبه وجهاده أن يبين الطالب عن المفردات المعينة له على حفظ الحديث الاستئذان ومن أجل البصر الهدف الأول يقرأ الحديث قراءة صحيحة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر رواه البخاري إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من منكم؟ من منكم؟ أيها الأحبة حفظ الحديث الشريف إنما جعل الاستئذان من أجل البصر إنما جعل الاستئذان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر الهدف الثاني أن يعرف الطالب براوي الحديث من حيث اسمه ونسبه وجهاده افتح الكتاب المدرسي صاد 38 وقرأ الفقر الخاصة بتعريف الرواب الحديث اسمه ونسبه سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبه الخزرجي الأنصاري كان اسمه حزنم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلم جهاده شارك في تابوك وكان من أصغر الصحابة روايته للحديث روا عن النبي صلى الله عليه وسلم 188 حديثا من أبرص صفاته الفلوسية وقيام على خدمة الصحابة رضوان الله عليهم وفاته توفي رضي الله عنه سنة 88 للهجرة وهو ابن مئة سنة وهو آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة سبب التسمية سهل بن سعد بن مالك بن خالد الخزرجي كان اسمه حزنم فسماه رضي الله وسلم سهلا جهاده شارك في تابوك وكان من أصغر الصحابة رواية الحديث رواب 188 حديثا منها 28 حديث في الصححين في البخاري ومسلم أبرص صفاته كان فارسا وقيام على خدمة الصحابة رضوان الله عليهم توفي في سنة 88 وعمره 100 لو تلاحظون لها علاقة رواه 188 حديثا وفي نفس الوقت توفي عمره 100 وفي سنة 88 سنة وهو آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل النشاط 38 من الصفات التي عجبتني في شخصية سهل بن سعد رضي الله عنه وأحب أن أقتلي بها اجتهاده في العلم والاهتمام كيف أطبقها وطبقها بالاهتمام بدروسي والحرص على المذاكرة الهدف الثالث أن يبين الطالب معين المفردات المعينة له على حفظ الحديث الاستيدان ومن أجل البصر الاستيدان معناه طلب الإذن لدخول مكان لا يملكه المستئذن من أجل البصر أي بسبب منع البصر من الاطلاع على العورات والأسرار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله سلم إنما جعل الاستيدان من أجل البصر الاستيدان معناه طلب الإذن لدخول مكان لا يملكه المستئذن من أجل البصر معناه أي بسبب منع البصر من الاطلاع على العورات والأسرار ما معنى الاستيدان؟ هو طلب الإذن لدخول مكان لا يملكه المستئذن من أجل البصر أي بسبب منع البصر من الاطلاع على العورات والأسرار إلى هنا وصلنا إلى الختام وجزاكم الله خير اكتب الله أجركم ورفع الله قدركم وأشكركم حسن استماع على الأنسات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية